بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وما زلنا مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع جوامع كلمة صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا مع هذا الحديث اللي في الحقيقة كل ما أسمع هذا الحديث كأن أنوار بتتفجر في قلبي من كثرة ما في هذا الحديث من معاني وقيم راقية واتزان في الحياة وهو حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل للجنة حتى يأمن جاره بوائقه حديث ده من أهم الأحاديث الذي ينظم حياتنا وإحنا تكلمنا عن هذا الحديث في المرة الماضية وتكلمنا عن المعاني والأنوار التي في هذا الحديث وإزاي هذا الحديث بيجعل الإنسان بيمر بعدة تأهيلات وبعدة مراحل توصله إلى الوصل الرباني وإزاي إن معنى الاستقامة ده معنى مركزي وإنه هو من أفضل علامات القلوب على الإيمان من أفضل علامات إيمان القلوب والاستقامة دي ما بتكونش استقامة بمجرد إن الواحد يتخيلها ولكن الاستقامة بتجمع ما بين القيم وبين العيش بهذه القيم هو لا الاستقامة ولذلك قالوا أعظم كرامة هي الاستقامة أعظم كرامة للعبد هو الاستقامة ولذلك الاستقامة بتكون هي اللي بتحدد الشخص ده هل دخل من بوابة أفضل الناس هل دخل من بوابة أحب الناس إلى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لابد إن إحنا بالاستقامة نتأكد أن هذه الاستقامة تشع النور في حياتنا ونستمر بهذا النور في حياتنا نعمر وأيضا نكون رحماء وأيضا ننشر الجمال في حياتنا إحنا متعودين إن إحنا لما نحب نتكلم عن حديث من حديث الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نطل بهذا الحديث على حياتنا ويكون كمان بيشاركنا أحبابنا اللي في الحقيقة محفورون في قلوبنا ومهتمين إن هم يشاركونا ذوق جمال جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهاردة معايا تنين من أحبابي من أعز الناس علي البشواندس أحمد رجائي ومعايا كمان الأستاذة سلمة عمر أستاذ بشواندس أحمد إزاي حضرتك يا فند أستاذ سلمة إزاي حضرتك يا فند تعالوا ليسأل حضرتكم بالترتيب الذكري كده بشواندس أحمد إزاي بتقدر تشوف أنوار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حياتك العملية والله يا بكتر الحديث بتكلم عن حاجتين المهمين اللي هو القلب واللسان وأنا بشوف أن فيه إصطال جمد ما بين الاثنين لأن دايما اللسان بينطف دامة بل في القلب يعني دايما بشوف أن في القلب هو القلب بيبقى محل للقيم والقلب بيبقى هو دايما اللي بيبعث القيم ليه لكل أعضاء الجسم بحيث أنها تقدر تتعامل بيها فيقدر يبعث دا على اللسان فكون إن هو يبعث القيم دي لللسان فيقدر إن هو يتكلم بيها فيقدر يمشي ما بين الناس خمس حاجات مهمة جدا يقدر يمشي ما بين الناس بجبر الخواطر يقدر يمشي ما بين الناس بنشر المحبة يقدر يمشي ما بين الناس بالشعور بالأمان يقدر يعمل بناء مجتمع سوي يقدر يكثر البركة كل دا حاجات يقدر اللسان إن هو يقدر يعملها ده كلام في غاية الأهمية وفي غاية الروع يعني أنا استوقفني بس أن أنت حضرتك بتقول أن اللسان طبعا جبر الخواطر واضح لكن اللسان كمان إزاي يعمل أمان لمن حولك لأن دوت ممكن يوصلنا بكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جره وبوائقه آه ده بالضبط يا دكتور عمر هو لأن أنا دايما البني آدم طول ما هو بيحس بالنحواليه بصدق ومحبة ده بيجلب للإنسان الشعور بالأمان والشعور بالإمان يقدر أنه يخلي البني آدم بطاقة إنتاجية في المجتمع يقدر يحصل للإنسان الاتذان فطول ما أنا حاسس بصدق من اللحواليه حاسس بجبر خواطر من اللحواليه حاسس بدعم من اللحواليه وكل الأشياء دي بتتعامل بيكون دورها الأساسي هو النسان فكل الأشياء دي بتجلب علي الشعور بالأمان فده يقدر يفيدني بأن أنا أكون طاقة إنتاجية أزيد وأزيد أنا معاك يا أستاذ سلمة أنا عارف أن أنت متخصصة ومهتمة كمان بالكل ما يتعلق باللغة وكل ما يتعلق كمان بالتأهيل التربوي فحضرتك إزاي بتطبقي ده في حياتك العملية يب هو يعني بشكل أساسي أنا بلمسوا وأنا مع الأطفال لأن أحيانا الأطفال مش طول الوقت أفعال الإنسان يقدر يضبط فيها نفسه فأحيانا بتبقى نحتاج تتعط طب ما أنت عندك كده تحدي مع أولياء الأمور أولياء الأمور بيحبوا أولادهم يبينوا عبقريتهم وكلامهم والكلام ده بتعملي إيه مع أولياء الأمور أنت كده بتعلم الأولاد أنهم يخرسوا يعني يعني عند أولياء الأمور كده على أسعالي أنا أنا ما قدرش أتحكم في أسعالي مغير أنا ما قدر أتحكم في أسعالي أنا بشكل كبير فأنا إذا وقعت اسموقع أن أنا بختار ما بين أن أنا أتكلم وأقول الشيء اللي ممكن يستفيد فالي الأمور ولا أسكت فساعتها هسكت وحاول أن تصغضب الناس اللي حوالي ويأخذ ده من باب اللي هو ده إحسان في التعامل بيأتي علاقة ما بين النبي وما بين الناس يعني حدايك بتقول لنا دلوقتي أن حضرتك بتحاول تعمل نموذج للأطفال أن هم يقدروا يديروا نفسهم فيما يتعلق باللسان أنه إذا ما كانش قادر يضيف حاجة أو يقول كلام كويس يسكت وما يبقاش السكوت ده إحساس بنقص عنده ده بالعكس ده والضبط لنفسه في المقام الأول وكان بتأثيره في مشاعر الناس اللي قدامه لأنه أغلب أوقات كثيرة ما بيكونش سواء بطس أو ولي الأمر متقبل الكلام أنت هتقوله حتى لو صح الموضوع مش موضوع أنت صحة ولا غلط دلوقتي الموضوع يأما توصل الكلام بطريقة ما تضايقهمشي وتراعي مشاعر الناس اللي قدامك أو تحاول تحل تفهم تتعرف بطريقة حرافية أو بطريقة فيها ثلاثة تبقى برضيها خاطر اللي قدامك وفي نفس الوقت تبقى حقاقت اللي أنت ماشي تلخيف الكلام دوت أستاذ سلمة أنت لسه معانا طيب أستاذ سلمة أنا حاسس أن أنت حضارك بتكلميني على حيات أتى الأثر بها أنكم إذا رأيتم من رجل يطيل الصمت يعني حديث نقلتين من أن احنا بنتكلم على اللسان إلى أن احنا بنتكلم على الصمت كمان أن الصمت كمان أحد أداب التعامل مع اللسان لأن ده الشقيق بتاع الكلام يا سلام يعني الصمت ده شقيق الكلام يعني إحنا إما نتكلم كلاما حسنا أو أخو التوأم أخو التوأم بتاع الكلام الحسن الصمت طيب نرجع تاني آخر السؤال لحضراتكم منتو الاتنين نفس السؤال إيه النصيحة اللي بتقدموه للناس في مجال عملكم فيما يتعلق بهذا الحديث أستاذ أحمد أنا مع حد أكد دكتور أنا أعتقد أن النصيحة أن هي ممكن يكون يعني أن احنا ناخد نصيحة السنة النبي أنه لا نصدرنا من المعروفة شيء أن احنا دايما نرائب لسنة أن احنا دايما نخلي لسنة ما يصلعش منه غير الشيء الداعي غير الشيء الإيجابي غير الشيء اللي نستقدر تبقى عيشة حياة سعيدة به أن إزاي نحنا نقدر نكون دايما داعمين وأعتقد أن ده أول ما حيعود حيعود علي أنا بسلام القلب هياعمل إيه الشخص مع الناس اللي بتتهمه أنه هو راجل راجل بيبالغ راجل بيجامل ساعات بيوصلوه على أنه منافق يعمل إيه مع الناس اللي تجي ديقوله كده والله أنا أرد أن أفضل شيء أنه هو ياخد كلامهم ويعرضه على نفسه لو هو صحيح الكلام اللي بيسأل هياقدر أنه هو يتصلح من ده لو غير صحيح ما يلتفتش فاتح الله عليك أستاذ سلمة عن نعمل إيه في مسألة إزاي إيه النصيحة اللي بتقدميها لأولياء الأمور في المجال الترباء وكمان في مجال تعليم اللغة في هذا السياق شكل أساسي الحديث أنا حاسي يعني هو بيكلم على الصيانة بشكل أساسي وأكتر شيء أنا لأ سواء في التدريس أو في الحياة العملية هو الدعاء سواء الدعاء للنفس سواء الدعاء للغير سواء الدعاء للعمل نفسه أنه يتمي بشكل صحيح لأنه بحس أن الدعاء هو المظهرة في القلب ومظهرة اللسان والذكر هو دول اللي بيجلوا كل دول وبيخلي الصعب يسير والدنيا بتمشي بالبركة بشكل عجيز فبما أننا نتحدث عن مظهرة اللسان أو الحاجة التي تقرر بالإنسان أكتر كإيمان فأكيد هي النصيحة الأساسية هو الدعاء والناس أحيانا بتقصر عن أنها تبعي حتى النفسها بس هو خير عظيم جدا أنا بشكر حضراتكم على هذا الجمال ووعدون أن تكونوا معايا مرة تانية لأن كلامكم كان في غاية الأهمية وشكرا لحضراتكم وإن شاء الله نلتقي مرات ومرات يا سادة إحنا بنتعامل مع حديث رسول الله سلم حديث جليل عمل أنا بسميه عمل غزل كده أنا بسمي هذا الحديث هو غزل الجسد غزل الزات إزاي غزل الزات شوف كده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الروح الإيمان لا يؤمنوا أحدكم حتى يستقيم قلبه يبقى الروح جاية بالإيمان الإيمان اللي هو وصل من الله سبحانه وتعالى ثم بعد كده ينزل الوصل على القلب ثم الوصل ده يروح للجسد إيه الجمال ده الجمال ده بيقولك ولا يستقيم لازم يبقى فيه ميزان أنا عايز أقول لكم الحديث أنا لما بسمع لا يستقيم قلبه عبد حتى يستقيم لسانه أنا مش قادر أفهم أننا نحن نتكلم عن الجسد بس لكن نتكلم كمان عن الجسد وعن العقل لأن استقامة اللسان محتاجة ما يسمى بالقوة العاقلة فكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غزل وجعل الاستقامة أنا بسميه كده الجسر بين النور وبين الزات يعني إلا يغزل الزات كله بالنور يعني إلا يخلي الزات كلها مغزولة بالنور هو الاستقامة ينزل نور الإيمان على قلب العبد بس قلب العبد لازم يتشرب الإيمان ده نغزل الإيمان ده في قلب العبد بالاستقامة ثم نغزل أنوار القلب بالاستقامة فيستقيم اللسان اللي هو مجموع ماذا؟ مجموع الجسد والعقل فكده يكتمع الجسد كله وكأن ده الحصن الأساسي للنفس الأمورة بالسوق وعشان كده ييجي بعد كده جلاء ذلك في الواقع إيه الجلاء اللي في الواقع؟ ولا يدخل رجل الجنة إلا إيه؟ لا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه يعني إيه؟ هيبتدي بقى ينتشر السلام في الحياة يبقى ينتشر السلام في الحياة وهنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حاجات كتيرة جدا 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 على إن الإنسان لما سؤل صلى الله عليه وسلم على أفضل الناس قال إيه حضرة النبي؟ شوف الغزل بقى مخموم القلب صدوق اللسان نقف هنا عند مخموم القلب مخموم القلب يعني إيه؟ الرجل الطيب طب وإيه اللسان وصدق اللسان؟ إيه علاقة مخموم القلب بصدق اللسان؟ فحضرة النبي رح أقيل لنا على طول النقي التقي يعني إيه اللي حاصل؟ وكأن ده صدق اللسان بيحافظ على نقاء القلب وكأن أحد المغيرات للإنسان عن الفطرة سوء لسانه وعدم صدق لسانه وهو ده اللي ممكن نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ثم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة وفي حديث آخر يقول إن الكذبة لا يهدي إلى الفجور إيه ده؟ وإن الصدقة وإن الرجل لا يتحرى الصدق وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة ويتقال إيه؟ وإن الصدقة يهدي إلى الجنة إيه ده؟ إيه هذا الغزل؟ طب إيه دور اللسان؟ لأن في الحقيقة لازم نعرف إن اللسان في الحقيقة بيسموه اللسان زي ما قلنا إن اللسان مغرفة القلب ولذلك بعض الناس يتصوروا إن اللسان دوت ما بيعبرش غير عن كلمات ممكن تخرج بغدون الإرادة ولذلك دي يجي العلماء ويقولوا خلي بالكم ركزوا إن ما في القلب يظهر في فلتات اللسان وكأن اللسان مش بيعبر بس عن الإرادة الحاضرة لكن يعبر كمان عن الإرادة الغائبة يعبر عن اللواعي وعشان كده دايماً بقول للناس في حاسمها قلب في حاسمها لإيه بقى؟ عقل القلب وقلب العقل فلازم نفهم ده إن في قلب للعقل وقلب لللسان قلب لللسان يعني إيه؟ تلاقي واحد لسانه ما طوعهوش ليه؟ قلبه 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 مستقيم فلسانه مش مطوعه يا ما شفنا ناس وهم بيعايزين يتكلموا بالكلام الفاحش ما يقدروش فييجي واحد يقول له أنا آسف يعني مش قادر مش قادر أقول كلام مش مناسب ليه؟ عشان قلبه ملك لسانه وفيه لسان للقلب اللسان اللي بيعبر عن كل القلب فتجد صحيحه وصامت زي ما قالت الأستاذ سلمة واحد صامت بس قلبه بيناجي ربه ففيه لسان للقلب يبقى فيه قلب لللسان وفيه لسان للقلب واحد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قعد يتكلأ وهو صامت يذكر الله سبحانه وتعالى وهو ده اللي خلى العلماء فيه حيث يسمى إيه؟ ذكر القلب فكأن فيه لسان للقلب وكأن الحديث هنا مش بيكلمنا بس على اللسان الايه؟ عن لسان الفم لكن ممكن كمان ناخده عنه وبيكلمنا على لسان القلب كمان وعشان كده لازم لازم نكون في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يبقى إيه اللي حاصل؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آه يبقى الإنسان اللي ليه قلب هيكون عنده ذكر وإن اللي حاصل؟ ويعيش الإنسان في هذه الحال مع الله سبحانه وتعالى على الدوام يبقى تذكره إن زي ما احنا بنشعر بإن فيه لسان للقلب فيه كمان قلب لللسان قلب اللسان عوده ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلمه إلا بكل جميل وإن ذلك استودعوا قلوبكم عند الله سبحانه وتعالى يصلحها فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبوما كيف يشاء ولذلك القلوب دي محل نظر الله سبحانه وتعالى ولذلك كل ما اتطهر قلبك هيصح الكلام اللي بيخرج من لسانك ولذلك مرة سأل واحد محمد بن واسع محمد بن واسع من كبار 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 كان جليلا فسألوا يا إمام ما لي إذا تكلمت لم تتحرق قلوب الناس وما لك إذا تكلمت بكى الناس وتأثر الناس قال يا ولدي ما خرج من القلب وصل إلى القلب فأصبح اللسان أنا بسمي هنا اللسان فأصبح اللسان جسر القلوب يبقى اللسان هنا بيتحول إلى جسر القلوب تبدأ يحصل إمتى؟ هيحصل إمتى لما يستقيم القلب ويستقيم القلب إمتى؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين لما يتنزع الغل من القلب يوصل الكلام إلى القلب لما يتشال الحقد من القلب الكلام يوصل إلى القلب عايز يبقى عندك لسان لقلبك وقلب للسانك هقول لك على أربع حاجات أول حاجة أول حاجة عشان يبقى عندك استقامة للسان واستقامة للقلب ويبقى دولة مغزولين استقامة القلب واستقامة اللسان فيبقى فيه قلب للسان وفيه لسان للقلب يكلم الله سبحانه وتعالى زي ما تكلمت أستاذ سلم في الكلام عن الدعاء أول حاجة لا تعرض على أذنك ما لا يحب الله توقف عن استماع الأشياء السيئة بما فيه ذلك توقف عن الاستماع عن الأخبار السيئة يعني ما تقعدش بقى تقلب في الفيسبوك ده واحد قتل ده واحد نهب ده واحد كذا ده واحد كذا القلب كله بقى إيه ما بقاش مستقيم يبقى أول حاجة امتنع عن الأسماء أنا دايما بسميه امتنع عن سماع السواد بتسمعش الأشياء السودة تاني حاجة تعلم دائما حسن التعبير نوع في تعبيراتك ما تبقاش معبر بطريقة واحدة بس ولكن عليك وأنت تعبير رغمس التعبير في الجمال الحاجة التالتة اللي انت عتعملها فيستقيم اللسان ويستقيم القلب إيه اللي حاصل؟ اجعل لسانك دائما خلف فعلك بتخليش لسانك الأول وبعدين فعلك لا اجعل لسانك دائما خلف فعلك لان انت لو عملت كده هيهديك دا إلى الصدق وآخر حاجة اوعى تقبل لو ما أحد في كلمة حلوة افضل تكلم كلام حلوة ولا تسمع لكلام أحد يلومك في كلمة حلوة قلتها لإنسان ما تخليش حد يقولك دا فلان مش مستحق دا الراجل تصدق بصدقة على غني ومرة تصدق على عاهرة ومرة تصدق على سارق والله سبحانه تعالى قبل هذه الصدقات امدحوا الناس بحلو الكلام فإن هذا يصل إلى الرحمن قبل أن يصل إلى الآذان امدحوا الناس بحسن الكلام فإن هذا يصل إلى الرحمن قبل أن يصل إلى الآذان يا رب جعلنا دائما من أهل الإحسان واجعل ألسنتنا مستقيمة واجعل قلوبنا مستقيمة تستقبل جمال وجهك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعنا أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحة بن نامج ولا تعسره اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم اللي بتسعدنا وكمان بندخل فيها في مجلس العلم اللي دايما بنسعد ونذوق حلوة أنواره الموصولة بالله سبحانه وتعالى أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عمر الدكتور عمر الورداني اتقدمت البنت وشفتها واماها طلبت مني 3000 جنيه ومبايل هدية وسألت عليها ما لقيتش ليها أصل ولا فصل مع احتفاء ما تحفظي طبعا على العبارة لكن دي السؤال وصلنا بهذه الصياء هو بيسألني وكانه هو قال لي ما قال ليش السؤال اللي هو بيقوله إيه هو السؤال اللي بيقوله في النهاية وكانه بيسألني ينفع أكمل الجوازة ولا أنا أقول لك أنت مش هتكمل الجوازة بس مش عشان هم فعلا ما عندهمش أصل ولا أن الطلبات بتاعتهم مش مبالغ فيها أو شيء من هذا القبيل لا لأن خلاص أنت رأيك فيهم ما يصلحش أن دولة يكونوا امتدادك الأسري فالمشكلة فيك أنت مش فيهم هم دلوقتي لأنها مش عادرة أتكلم على الناس ما عرفهمش لكن أنت العبارة الأخيرة اللي أنا تحفزت عليها دي تبين أن أنت خلاص ما بقاش أنت عندك قبول لهذه الأسرة وأظن أن أنت ما بقاش عندك قبول لهذه الأسرة لأن أنت وكأنهم أثاروا عندك شيء في مخيلتك أنا بنصح لو أنت كنت سألتني قبل ما تكون الفكرة دي كنت هنصحك بأنك أنت تشيل السورة الزهنية اللي عندك أنت شفتهم وكأنهم مش عايزين بنتهم تتجاوز لكن أنت عايزين يعملوا نوع من أنواع المكسب من هذه الزيجة وخاصة لما ارتبطت الفلوس بالموبايل إيه الرابط؟ الرابط أن فيه ناس عايزين يحصلوا مصلحة من جواز بنتهم شخصية ليهم وهم أما وإنه إحنا وصلنا لهذا المستوى أو لهذه الدرجة فما أظنش أن دوت من المناسب أن الخطوبة دي تكتمل عشان خلاص أنت بقت الصورة اللي عندك أن الناس ديت عايزة تستغلك فما أظنش أن دوت مناسب جدا جدا لأن إحنا بنقول أن إمتى الخطوبة بتتم لما يحصل ثقة متبادلة ولو سمحت إرجع لحلقة الحلقة اللي إحنا تكلمنا فيها عن إزاي الخطوبة تكون ناجحة هتلاقي إن إحنا قلنا إن الخطوبة تكون ناجحة لما يكون فيه ثقة متبادلة من الطرفين ما أظنش بعد ما فقدت الثقة فيهم ما أظنش إن الخطوبة هتكون أحسن إنها تكتمل إلا إذا حصل تغير إيه التغير اللي حصل؟ أنت لقيت قلبك تشال منه هذا الموقف وتشالت منه هذه المسألة ورجعت لنفسك فلاقيت إن البنت فيها صفات جميلة جدا 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 وإن إنت عندك قبول لكن إنت على الحال اللي إنت بتقوله لو استمرت ما أظنش إنه يبقى مناسب إن إنت تكمل الخطوبة لكن إنت بتسألني لو بتسألني على موقف إن فيه حد طلب 3000 جنيه وموبايل الموبايل ده تلقوا للبنت وهم بيعتبروا ده جزء من اللي إحنا بنتكلم عنه جزء من الشبكة أو جزء من الهدية للبنت أو ممكن حد يطلب ده يعني الطلبات التي تتعلق بالجوانب المالية ممكن حد يطلب ده لكن الرقم ده والطلب ده هل بيدل إذا كان ده للبنت هل ده بيدل على إيه معرفش؟ لازم من الأول نشوف تفاصيل لكن بمجرد ما هم طلبوا منك طلبات اعتبرت إن ده نوع من أنواع التجارة في البنت أنا مش موافق على ده لكن أنا بقولك ليه ما نكملش عشان اللي في قلبك دلوقتي واللي في ذهنك واللي في وجدانك دلوقتي من جهة المخطوبة وفي سرطها واضح الكلام ده؟ السؤال التاني بيقول عايز مشورة الشيخ في خاطب يحكي لأهله أي صغيرة أو كبيرة من شركة حياته وأي مشكلة يروح يحكي وبيترتب على كده كره الأهل المخطوبة مع إنه بيكون هو اللي غلطان بس مش بيعترف بده وبيكابر إحنا دلوقتي عندنا صفتين واضحتين دلوقتي عند حضرتك يعني دلوقتي دي الصورة اللي عندك عن إيه؟ عن الخاطب الصورة الأولينية إن هو شخص لا يحافظ على الأسرار طب إيه مشكلة إنهم يحافظ على الأسرار عند المخطوبة؟ إن هي بتحس وكأنها بتتعره أنا آسف يعني ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس يعني هي بتقول إيه؟ إذا كان دلوقتي هو وإحنا مخطوبين بيحكوا كل حاجة طب وإحنا متجاوزين بقى وعتبقى لعباء والضغوط أشد هيعمل إيه؟ عن يجيبهم معايا ويعودوا معايا في غرفة النوم؟ ده اللي بيحصل للبنت لإن البنت من أكثر الناس خوفة لإنها طول الوقت هي بتحافظ على سترها وبتحافظ على نفسها من إنها من إنها ينال لها أي شيء يخليها في حالة انكشاف طب ده معنى إيه؟ معنى إن المعنى ده كسر الأمان عندها يعني هي وبتسألني كده هي بتتكلم وهي حاسة دلوقتي بعدم الأمان وده مهم جدا لإن كتير من كتير من من الناس وهم مدخلين في مسألة الجواز ما بيقاش عارفين إن إيه نفسية المرأة؟ أكثر أي حاجة ممكن تخدش الأمان عند المرأة فلازم يبقى مسألة التأمين عالية جدا جدا وعشان كده حضرت النبي لما بدأ بالكلام في مسألة الرعاية ومسألة الحماية بدأ بالمرأة بدأ بالرجل فقال كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي الرجل راعن وفي نفس السياق برضو في حديث آخر قال استوصب النساء خيره وتكلم رفقا بالقوارير ليه؟ لإن المرأة جدا 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 الأمان عندها بيتخدش وخلي بالك أن أول ركن من أركان الحب عند المرأة هو الأمان والقاعدة بتاعت الحب هي الأمان المرأة إذا لم تكن آمنة فلا تحاول أن تكون لها حبيبا فهي أول حاجة لازم تكون آمنة فلازم نكون فاهمين ده فأنا بقول إيه؟ في الحالة دي الشخص اللي بيحكي كتير قالت صفتين الشخص اللي بيحكي بيحكي كل حاجة لأهله والصفة التانية أنه هو كمان مش بيعترف بغلط وبيكابر ده كمان يخلي المرأة سبحان الله ده كمان يخلي المرأة مش بأمان وكأن السؤال ده أعمل إيه في الخطيب اللي أنا حاسة بعدم الأمان معه؟ ولا حاجة إحنا هنعمل إيه؟ هنكلمه ونصرحه إن فيه صفتين قال إن الصفة الأولانية هو أن أنت بتحكي كل الحاجات تيالي لأهلك فسواء أنت شايف فيه مبرر أو ما فيه مبرر أرجوك امتنع عن الصفة دي شوف الصياغة شواء أنت شايف إن فيه مبرر تحكي لأهلك أو ما فيه مبرر سواء بتحاول تستشرهم عشان هم أكثر خبرة أي حاجة امتنع عن الصفة دي فإذا امتنع خيروا بيانا ونعمة خلاص خلصنا من الصفة دي لأن بعضهم بيكونوا سزك مش فاهمين ولا حاسس إن هو ده حاس إن هو إيه اللي بيحصل بيعرفهم عليكي لا هو كده مش بيعرفهم ده بيفسد بيفسد ما بينك وبينه الحاجة التانية إن احنا نقوله نقوله لو سمحت لما يبقى فيه خطأ أنت مش هيدرك ولا هيقلل من رجولتك إن انت تعترف بالخطأ وأنا أوعدك إن ده لو حصل إن أنا أبدا مش هقزيك بهذا الخطأ لو إنك اعترفت بيه دي شيء مهم جدا جدا يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا مع بعض عن حديث من أجل حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلمنا عن حديث غزل الزات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ثم بعد ذلك يتكلم على أن استقامة القلب واستقامة اللسان تخلي الناس تأمنك ولعل ده برضو مرتبط بآخر الأسئلة اللي احنا كنا نتكلم عنها النهاردة يا سادة أعظم حاجة أعظم دليل على الإيمان أن تكون سبب الأمان كونوا سبب أمان اللي حواليكم هو دوة اللي حضرت النبي قصده والمؤمن من أمنه الناس لازم نكون أمان للناس ومن أهم مصادر أمان الناس أمان اللسان اللسان سبب الوجع والآلام فإذا أمسكنا ألسنتنا وجعلناها مستقيمة بالكلام الحسن أو بالدعاء للآخرين وخلينا نقول زي ما اسمعنا أن توأم الكلام الحسن هو الصمت المليء بلسان القلب وهو يدعو الإنسان لنفسه ويدعو الإنسان للآخرين ولكن بظاهر الغيب يا رب جعلنا دايما من أهل الاستقامة واجعل هذا خير علامة على الإيمان وعلى أننا من أهل الأمان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اجعلنا أمانا لخلقك واجعل ألسنتنا مستقيمة بحسن الكلام واجعلنا من أهل وقولوا للناس حسنة وجمل أخلاقنا وجمل ألسنتنا بجمالك يا جميل يا رحيم يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة